في قضية الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه الحسن والحسين إمامان إن قام وإن قعد أو قام أو قعد لاحظوا مهمة النبي يقدم كلمة قامة أو قعد قام أو قعد مع أنه إذا ننظر إلى التاريخ صلح الحسن كان قبل قيام الإمام الحسين سلام الله عليه كان من المفترض أن يقول النبي قعد أو قام يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قام أو قعد لاحظوا تثنية قام يعني هناك قيامان في الواقع مو قيام واحد وقعود مو قعود واحد بل النبي يشير إلى قعودين وإلى قيامين مو قيام واحد وقعود واحد إلى قيامين وإلى قعودين هذا مهم كيف لاحظوا الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه ما قعد الحسن قام الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه النبي يريد أن يشير إن قضية أن الحسن سلام الله عليه كان عنده قيام وعنده قعود وأن الحسين سلام الله عليه كان عنده قعود وعنده قيام مو مثل ما يصورها البعض أن الكلام يخص قعود الإمام الحسن وقيام الحسين لا 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 بل قيام للحسن عليه أفضل الصلاة وأسكى السلام بعد شهادة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بايع الناس الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة وأسكى السلام حتى بايعه مئة ألف إنسان مئة ألف واحد بايعوا الإمام الحسن وكانت بداية قيام الإمام الحسن قام بالأمر الإمام تحمل أعباء الإمامة عليها أفضل الصلاة وأسكى السلام بل مو الإمامة فهو إمام على كل حال لا أعباء القيادة في الواقع أعباء القيادة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يقول الحسن والحسين هما إمامان شرعيان من قبل الله عز وجل سواء حكم حكما سياسيا أو لم يحكم في البداية الحكم السياسي دعك عن الإمامة الحقيقية للإمام الحسن مئة ألف إنسان بايعوا الإمام الحسن فقام الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة وأسكى السلام بالأمر وأخذ يرسل الرسائل إلى الأطراف يطلبهم البيعة منه ومن الذين أرسل إليهم الإمام رسالة يطالبهم بالبيعة معاوية ابن أبي سفيان الإمام طلب من عنده أن يبايع وحذره من القيام والتخلف عن البيعة في رسالة رسائل موجودة مجموعة من الرسائل بين الإمام ومعاوية في بداية الأمر الإمام يطلب منه البيعة ويحذره من التخلف عنها أو الوقوف أمامه أجابه معاوية معاوية قلت داهية فكر بعد غليان دم علي بن أبي طالب صلى الله عليه يجري في شرايين شيعته أنا الآن ليس من المصلحة أن أقف أمام الحسن ليش؟ أولاً ما أحضر نفسي وأنا خارج من حروب ومشاكل وبنفس الوقت ذولة الآن أي واحد يدن عليهم يقترب منهم بعد جرح علي بن أبي طالب ينزف في قلوبهم سينتقمون لعلي ولمن قتل علي بن أبي طالب فلابد من اتخاذ التدابير اللازمة مو رأساً حرب فكان جواب للإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه أن يبنى رسول الله أول مرة ترحم على أمير المؤمنين سلام الله عليه وثم من بعد ذلك طلب من الإمام التأني في الأمرانطيني مجال وسيكون لك ما تريد مضمون رسالته اللي أجاب بها على الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة وأسكى السلام لك ما تريد الإمام قام روح إلىه الفداء وبدأوا الناس يبايعون الإمام الحسن ويقتربون منه وبدأ يعين ولاته وبدأ يعين من يدير أمور البلاد والعباد هذا النوع من أنواع القيام في الواقع القيام السلطة ويدعك من جانب الإمامة أنها مهمة قاما هاي نقطة خليها يعني قيام للحسن صلوات الله وسلامه عليه قيام بأمور العباد والبلاد معاوية بدأ يتخذ التدابير شيئاً فشيئاً أول مرة يرسل جواسيس إلى مراكز القوة التي تحت سلطة الإمام الحسن صلواته الله وسلامه عليه مثلاً البصرة والكوفة اللي من أهم المراكز اللي كانت تحت سلطة الإمام الحسن عليه السلام ليكتبوا له تقارير عن الأحداث اللي موجودة أرسل رجل من بني حمير إلى الكوفة ورجل من بني القين إلى البصرة ليرسلوا له التقارير وبالفعل صاروا يكتبون كم عدد من بايع في البصرة والكوفة الوضع الاقتصادي الوضع المعيشي للناس نفسيتهم أغبت حالتهم وتأهبهم واستعدادهم للحرب من عدمه بدأوا يرسلون لمعاوية تفاصيل الأحداث انكشف أمرهم انكشف أمر الجواسيس جيء بهما للإمام الحسن صلواته الله وسلامه عليه حكم الجاسوس في الإسلام واضح يقتل ليش لأن بسببه تراق دماء لأن هذا لما يتجسس ها راح يكون سبب تجسس إراقة الدماء فالإمام أمر بقتلهما صلواته الله وسلامه عليه كحاكم شرعي من الناحية الشرعية إمام لا لا حاكم سياسي روح إلى الفداء جاسوس طبق الحكم في حقهما عليه أفضل الصلاة وأسك السلام وأمر بقتلهما ثم أرسل رسالة شديدة اللهجة إلى معاوية وعنيفة ترسل لي جواسيس إلى بلادي وبالبداية تقول لي التأني وكذا والآن ترسل لي جواسيس أيضا معاوية أرسل جواب للإمام اللي يبنى رسول الله يتبرأ من أنه أرسل أحدا وهذا لا ترى ما مربوطين بنا يبنى رسول الله ويترحم على أمير المؤمنين ثم بدأ شيئا فشيئا معاوية أولا إضافة إلى الجواسيس ثانيا أول مرحلة مرحلة الجواسيس ثاني مرحلة ضخ أموال على رؤساء القبائل والعشائر وشراء الضمائر ضخ أموال إلى قيادات جيش الإمام الحسن صلواته الله وسلامه عليه ممن تعينوا مثلا جانب معين أنت لك كذا وزارة إذا صحت العبارة في السلطة وزارة الدفاع وشيء من هذا القبيل من قبيل عبيد الله ابن العباس اللي الإمام عين قاعد على الجيش هذا أمثال معاوية ابن أبي سفيان بدأ يشتريهم أولا ترهيب بالأموال ثانيا ترهيب بدأ وعاض الصلاطين ينشرون معاوية وجيش معاوية ومعاوية عند جيش جرار تخويف معاوية عند جيش جرار معاوية كذا ومعاوية علي بن أبي طالب ما تمكن من إسكاته ومعاوية حذروا جيش الشام إضافة لذلك غير هذا غير حذروا جيش الشام تخويف الناس لا في الواقع بدأوا وضع أحاديث وأنه إذا صار معاوية أو أمثال معاوية حاكم ترى معاوية أولى من الحسن بالحكم فهو أكبر منه لا يجوز الخروج عليه إضافة إلى ذلك وعاض الصلاطين بدأوا ينشرون في أوساط الناس أنتم تتحملون على معاوية والحسن صالحه ووضع يده في يديه هذا قبل الصلح في الواقع قبل عملية الصلح أحدث وزل نوع من الهزة في التماسك اللي كان موجود حول الإمام صلوات الله وسلامه عليه